ترأست الأستاذة هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة الستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي بدأت أعمالها بمقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم أمس الأول وقد ألقت الأنصاري كلمة أكدت فيها أن التطور النوعي للجهود الداعمة لتقدم المرأة في مملكة البحرين بدأ منذ أو مع انطلاقة المشروع الإصلاحي الوطني في عام 2000 الذي كان للمرأة فيه دور فاعل سهم في تضمين الدستور نصوصا نوعية رسخت مساوات المرأة والرجل أمام القانون وأشارت الأنصاري إلى حرص مملكة البحرين على وضع آليات لمعالجة التحديات التي تواجهها المرأة عبر استثمار برنامج عمل الحكومة لإزالة أي عقبات تحول دون الوصول إلى منص عليه دستور البلاد بأن الحرية والمساوى والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرس بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة وقد أكدت الأنصاري أن إدماج احتياجات المرأة في التنمية لم يعد مجرد خيار في البحرين بل أصبح قرارا ملزما لكافة المؤسسات الرسمية بمساندة حثيثة من المجلس كما تعمل المؤسسات المعنية بالرقابة والتدقيق والمساءلة على تقييم الجهود الوطنية في هذا الشأن مؤكدة اهتمام البحرين برصد قصص النجاح وتحفيز الابتكار والنمو من خلال إطلاق المبادرات التشجيعية الهادفة إلى استمرار تقدم المرأة البحرينية بدأ التطور النوعي للجهود الداعمة لتقدم المرأة في مملكة البحرين مع انطلاقة المشروع الإصلاحي الوطني في عام 2000 الذي كان للمرأة فيه دور فاعل ساهم في تضمين الدستور نصوص نوعية رسخت مساواة المرأة والرجل أمام القانون وبعد مرور 15 عاما منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ليكون بيت خبرة في شؤون المرأة البحرينية نفخر بالقول بأننا انتقلنا بعملنا المؤسسي إلى مرحلة نهوض المرأة بنفسها من خلال إتاحة الفرص المتكافئة أمامها لشراكة عادلة ومستدامة وأود بداية التركيز على التالي لم يعد إدماج احتياجات المرأة في التنمية مجرد خيار في بلدي بل أصبح قرارا ملزما لكافة المؤسسات الرسمية بمساندة حثيثة من المجلس كما تعمل المؤسسات المعنية بالرقابة والتدقيق والمسائلة على تقييم الجهود الوطنية في هذا الشأن اشتركوا في القناة